اشتركوا في القناة وخاصة اخواني العزاء لو شفنا الرؤية دي في الشهر المبارك شهر رمضان طبعا الرؤية بتكون عظيمة جدا والرؤية بتكون مميزة لانها بالفعل بتدل على اقتراب فرج فهنا اخواني العزاء اي شخص يشوفها في المناب يستبشر بيها ويعرف انه هو قريب جدا من تحقيق اهدافه وطموحاته باذن الله هنتعرف اخواني العزاء عن الرؤية دي بالتفصيل ولكن قبل ما نخش في تفاصيل الفيديو احب ان لكم اشتركوا في القناة وفعالوا زر المشارات ليصلكم جميع فيديوهاتنا باستمرار ولو حد عند رؤية او حلم وحابي بيفسرها ممكن يكتب لنا في التعليقات وان شاء الله هنتوصل معاه ونرد عليه في اسرع وقت اول حاجة اخواني عزائي الرؤية النهاردة هي رؤية نزول المطر والشرب من مياه المطر طيب السؤال هنا هل ان كل المطر اللي بينزل بيكون خير ولا في بعض المطر بيكون شر اعزاكم الله طبعا عموما او غالبا رؤية المطر رؤية كويسة ولكن في شرط صغير وهو ان المطر اللي بينزل يكون مطر طبيعي مطر هادي مطر ما بيهدمش في بعض الاحيان اخواني عزائي بيكون المطر نقمة على الناس يعني في بعض منه بيكون خير ومنفعة لأهل البلد اللي بينزل فيها وفي البعض احيان بيكون ان هو نقمة وسخط على اهل البلد اللي بينزل فيها بمعنى ان المطر الهادي اللي هو الطبيعة اللي احنا متعودين عليه ده حاجة كويسة جدا اما المطر اللي بينزل على هيئة سيول تكسر وتهدم البيوت وتهدم السدود وتغرق الناس ده انزار بغضب من ربنا سبحانه وتعالى على العباد ربما ان اهل البلدة او اهل القرية او الشخص نفسه اللي بيشوف الرؤية بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى فبالتالي الرؤية بتكون انزار مع ان المطر هو المطر ولكن في مطر بيكون صيب نافع وفي مطر بيكون انزار لأهل البلد او الشخص اللي بيشوف الرؤية خلينا احنا في الرؤية الكويسة اللي هي بتدل على اقتراب الفرج وان احنا باذن الله هنحقق امنياتنا قريب جدا وهي رؤية المطر انه بينزل هادي وبينزل اه عزب مياه صفية عزبة نقدر نشرب منها في المنام بنكون سعداء بيها وفرحانين بيها في المنام دي رؤية جميلة جدا تدل على تحقيق امنيات غالية عند الشخص وربما ان الشخص اللي بيشوف الرؤية دي عنده كرب كبير جدا او عنده هم كبير جدا طبعا لما بيشوف ان هو بيشرب من مياه المطر دي من افضل العلامات اللي بتدل على انتهاء الكرب اللي عنده ان الغوص قادم باذن الله من ربنا سبحانه وتعالى كمان ان هو يشوف ان هو بيدعي برضو تحت المطر دي حاجة كويسة جدا كمان ان هو يشوف ان هو ماشي حتى ماشي تحت المطر والمطر بينزل عليه دي هي برضو حاجة تدل على اقتراب الفرج من ربنا سبحانه وتعالى وان الشخص ده هيحقق امنياته وهيقدر يخرج من الكرب في بعض الاحيان اخوان العزاء مياه المطر بتكون شفاء لناس يعني لو صاحب الرؤية او حد من الاقارب اللي هم اقارب صاحب الرؤية كان مريض ورأى ان هو بيشرب من مياه المطر دي بشارة باذن الله بالشفاء من المرض ده يعني الرؤية هنا بتكون بشارة بالشفاء من المرض وفي بعض الاحيان برضو رؤية المطر والشرب منه بتدل على انتهاء فترة من الهم انتهاء فترة من الهم عند الشخص او انتهاء فترة صعبة في حياته ربما ان هو مثلا في سفر ربما ان هو مثلا في مشاكل مع اريبه ومع اخواته ومع اصدقاء ليه في مشاكل في الشغل بتاعه ورأى ان هو بيشرب من مياه المطر دي علامة على ان المشاكل دي هتنتهي فهنا الرؤية دي اخوان عزاء رؤية جميلة جدا نزول المطر ولما ندعي تحت المطر حاجة كويسة ونشرب من تحت المطر دي حاجة كويسة دي تدل على الفرج القريب ان شاء الله ونستبشر بها ان شاء الله اخوان عزاء لما نشوفها في شهر كريم زي شهر رمضان دي بتكون رسالة بالفرج القريب ان شاء الله وبتحقيقه الامنيات اتمنى اخوان عزاء ان الفيديو يكون عجبكم وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته